حاليا ان احنا وصلنا لقمة العلوم وفاكرين حاليا ان العلوم دي تعتمد على التقنيات اللي احنا نملوكها لا يا جماعة العلوم تعتمد على الفكرة وكيفية تنفذها العلوم تعتمد على الفكرة وكيفية تنفذها وليس على التقنيات اللي احنا الالات اللي احنا بنملوكها يعني مثلا احنا عشان نولد اشعة ليزر اشعة ليزر اصلا عشان تولد عايز ايه عايز مادة فيها زرات مصرف حلق سرية وافضلها الزمرد والزمرد كانت أرض مصر مليانة به زاد أن انت تعمل مصار له سطحة داخلي عكس مصار طولي مستوي له سطح داخلي عكس وتسقط طاقة على هذه الزمرد الزمرد فتطلق بالتالي فتونات يتم تجمعها داخل المصار العكس الداخلي زي ما شرحنا دلوقتي مثلا توليد الكرباء بالطاقة الحرة هو فكرة كل العلوم اللي احنا فاكرنا انها تعتمد على تقنياتنا وبالتالي نرفض ان الحضارات القديمة كانت تملكها تعتمد على الفكرة وليست على التقنيات ليست على التقنيات الحديثة فكرة وتنفذها وهم كانوا بينفذوها بطاقة قصوى وكانوا بيستخدموها للخير للأرض كلها ما كانتش بتحجب على ناس احمد خير بيقول الموضوع الجميل وشيق ممكن نستفيد بالهرم وكل التقاطل اللي فيه هل احنا نقدر نستفيد دلوقتي هو ممكن طبعا نستفيد بالهرم وعلى فكرة السبب اللي هما يعني هنتكلم كمان شوية ليه سبب انه هما كانوا عايزين يسيطروا على منطقة الأهرام غير موضوع البوابات النجمية وعايزين يسيطروا على طاقة الهرم ونشوف ايه اللي هما كانوا عايزينه بالزبط يعني هننقشوا بس طبعا احنا اولى بالاستفادة بالطاقة القصوى بالهرم وبسهولة ان احنا ممكن نشغل ميكانزم بتاع زمين فرافة علمية وممكن نشغل كل ميكانزم ده ده مسبت علميا بقى اكثر يعني مش اه طب احنا اخواتنا العلماء الاثار الافاضل الادام يعني اللي كانوا موجودين مفيش حد منهم تكتب في هدي المسائل وانت بتبقى في بحسك ده والحالات دي العرب يعني مصريين اه اه فيه كتير يعني هقول لحضرتك حالة الادام الادام فيه يعني فيه بعضهم اتكلم يعني انا عايزة اقول لحاجة العلماء المسلمين فيه حاجات كتير حجبت منهم يعني انا هقول كمان حاجة مهمة جدا الناس مثلا ممكن ما تصدقهاش بس دي حقيقة مسبتة ان المصريين عرفوا طريق التحويل المعدن البخسة الى ذهب عن طريق حاجات مسبتة هم على فكرة مصريين اول من عمل علم الخيمي او الكيمياء علم الخيمي هو من شاءه فرعوني المصريين وصلوا لطريقة اه احنا معرفناش نفسرها كويس اللي هي طريقة اسمها الاستنساخ المعدن عن طريق عمل سائل فيه زرات مصارى من الدهب الخالص ويتم ادخالها بالتكنيات اللي احنا نعرفها دلوقتي بالنانو تكنولوجي اللي هو التعامل مع تركيب الزرات نفسها وكان عندهم طريقة لتحويل المعدن البخسة البخسة الى ذهب ذهب صحيح ولا مضروب بالصيني؟ ذهب صحيح واكتشفوا خواص رائعة جدا للذهب ان الزهب يحتفظ بالطاقة الروحية الانسان يعني هنبص نلاقي ان فيه بعض مجموعات مثلا حلية او كذا او تمائم او كذا تبع الفرعون معين كان بيتم اخذ مثلا عينه من دماغه وتخلط اثناء انصهار الدهب كانت بتحتفظ ببصمة الفرعون ده اللي هو لايف تايم يعني طول العمر ذهب فيها زي الخاصية ذهب فيه خواص يعني كانت تعنى بنسبة له من خواص روحانية لانه انه بيحتفظ بحاجات كتير جدا احتفظ بسمات الشخص نفسه لكن المهم بالنسبة للنقطة اللي احنا نكلم فيها طريقة الاستنساخ المعدني جابر بن حيان بقى عارف يوصل للنقطة دي لكن لم يعني ما فسرهاش كويس سمى الماء اللي هو اللي كانوا بيستخدموه للاستنساخ المعدني اللي هو كان فيه زرات مصارى منها الزهب سمى بوكسير الحياة وانه هو كان بيحولوا المعدن البغسة الى زهب واسبت ده بعلم الخيمي المصري وعلم الخيمي المصري ده لو فتحنا فيه هنفتح فيه حاجات يعني لا حصرة لا في الكيمياء ما شاء الله علينا فيه حاجة كمان عايز اقولها قبل ما ننقل من موضوع الهرم ان برضو بنفس الاسلوب يعني عشان الناس تفكيرها ما يضعش بنفس الاسلوب اتكلمنا عنه اللي هو استجلاب المياه وكذا كان فيه غرف معدة برضو بيتم ضخ المياه فيها وبيتم ادخال على مواد مشاعة وكان بيستخدم برضو بطريقة المفاعلات النووية لانتاج الطاقة النووية وده مصبت برضو في البرديات ومصبت بأقوال هيرودوت انه هو شارح حاجاته انه هما ازاي كان بيتم كذا وكذا وكان لها مشابه للي بيتم في السايكلوترون دلوقتي لفصل النواة في التجارب النوية زائد بقى ان من احد الادلة يعني طبعا فيه ادلة كتير لكن هي النقطة بقى ان احد الادلة على دوت هو عالم يعني علماء كتير اثبتوا بس كان اولهم سنة 86 يعني اثبتوا ان في الممر اللي هو المؤدي لغرفة الملكة بالهرم فيه نسبة اشعة تصل الى 7.7% مما يؤكد ان هذه الرمال ليست رمال طبيعية مشعة بل رمال تعرضت للفيوجين او اللي هو الاشعاع النووي وان كان بيتم دايما ان دي كانت بتستخدم برضو لاستخدام الطاقة النووية يعني زي ما بيحصل دلوقتي في المعافية عالات النووية بالزبط لها طبعا تحاليل كتير ممكن تبقى معقدة بالناس او الناس تمل مني بس كل التحاليل اللي هو لأي مختص وهديله ازاي كان بيتم خلط ايه وازاي كان بيستخدم اليورانيوم والتحالل الزري واللي اثبت دول بقى ايه علماء كتير جدا من ضمنهم عالم عالمي اسمه لويس بل جاريني واكد ان قدماء المصريين فهموا قوانين التحالل الزري وكان اليورانيوم المخصب من العناصر المعروفة لدى كهناتهم وحكمائه وحتى الغرف اللي كان بيتم فيها كده فيها الاسبتات دي زائد ان بعض مميوات بنات الاهرام وجدت فيها بعض الاشعاعات زائد ان الاتنين الحاجتين دول الاشعاعات نوية من احد الحاجات برضو اللي بتثبت ان عمر الهرام لان اهم الحاجات اللي بتثبت العمر او قدم الحاجة هي الاشعاعات لو في مواد مشعة او مواد حصل فيها انفجرات نوية دي من احد الحاجات اللي بتثبت ان عمر الهرام يعود لعشر الاف عام قبل الميلاد وهنشوف دلوقتي برضو بس فيما نتكلم على اوريون وساعة اوريون هنشوف ازاي كانوا بيدونوا الساعة النجمية واللي يثبت ان الهرام يعود لعشر الاف عام قبل الميلاد تاني حاجة ان بسبب هذه التجارب الفيوجين او وفي مليون حاجة بقى بتثبت ان كان في تفاعلات نوية بتجرى داخل الهرام لكن في نقطة بقى تهميني في كده ان التجارب النوية اللي كانت بتجرى داخل الهرام هي السبب في الوجد في الاحجار الهرام من زجاج اخضر لان التجارب النوية بتخلف في الجزء اللي هو السابت من بنيان الهرام بتخلف ما يسمى الزجاج الاخضر ده بقى اللي كان السبب ان في بعض ناس قالوا لا ده الاحجار دي طينية لا الاحجار دي مش طينية الاحجار دي اكتلعت من محاجر الصعيد وكانت بتسحب بطريقة اللافتيشن وهنثبتها دلوقتي برضو في فيديو هنوريهم ازاي والاسبتات دوت ان هم كانوا بيستخدموا القويلز دي لنقل اللافتيشن ولنقل الطاقة الترددية تاني حاجة حكاية اللي احنا قلنا عليها دلوقتي عمر الزمن عمر الهرم يعود لعشر الاف عام زائد وجود الزجاج الاخضر في احجار الهرم وده بيثبت يعني ده ضد اللي هو ناصر علي بتقول لا ده ده الاحجار الهرم دي كانت من الطين المكبوس لا هي ليست من الطين هي احجار طبيعية طيب ده الاحجار طبيعية ومن الهرم وكانوا بيعملوا طاقة نووية ما فتصوش ليه طبعا يعني كان عندهم بقى يعني بيعملوا بيولدوا طاقة نووية وكان عندهم بقى اكيد البيضة اللي بتاعتها ولا الحالات اللي بتحميهم منها مثلا ما انا هقول لحضراتك حاجة الموضوع دوت وفي كل الحضرات القديمة بتثبت ان كان في حروب نووية حتى في حضرات قبل الطفان وفي الحضرات الفرعانية كان في حروب نووية قبل التاريخ وبقى الموضوع ده لو فتحنا فيه هجيب من كل الحضرات من كل الحضرات واسبتت ان كان في استخدام للحروب النووية بالنصوص وبالوجود الاشعاعات النووية وبالوجود التدمير وبالوصف اللي حصلوا بكل حاجة طيب حنطلع فاصل ونرجع بس عايزين نشوف السمري البتاع الحتة اللي سرق هدية ودها فين وازاي سرقها اللي قدها بعد الفاصل